بريتا أنا ما دخلني لكي هو كان مشؤوم من الأول بريتا أنا أنا عن جد ديقة شوي معقول يكون كاران لوترعم يلعب معي شي لعبة سخيفة متلو قصدي يمكن يكون ورجاني خاتم بريتا بس خلها معه يعني حبيت تيكو مونيشا حتى في الموديلات أحضر مونيشا عفوا إلا لو سمحت دعم يلا روح ضيف المعزين عادم عن إذن كنا أنا شوي وبرجح خذي راح بتمنى توبصتك خلينا روح أكيد هاي البنت مجنونة وما في براسة عائل ليش هيك راحيت وتركتني لحالي؟ هي بتعرف أنه أنا بدي أحكي معا والموضوع ضروري أنا مضطر للأسف روح وراكي بس لحتى أقدر أتأكد من شغلي إذا كان كاران لبسك بإيدك الخاتم اللي جبته لخطيبتي بريتا أو غير مونيشا مبروك يا عروس شكرا أهلا وسهلا فيني شوف خاتم الخطبة تبعك إذا بتريدي لأنه بتوقع أنه أكيد كاران لعب الكريكت المشهور بيكون جاب لك خاتم خطبة مميز كتير وغالي أنا حابب شوف خاتم الخطبة تبعك من باب الفضول مو أكتر لو سمحت بدك تشوفه صاح؟ هم؟ تشوفه مو معقول كاران لوترا عطاها لمونيشا خاتم الخطبة تبعي بس ليش؟ ليش لحتى يعمل فيني هاي العملة؟ هو كيف بيتجرأ يسئلي لهالدرجة هي أنا هلأ أفهمت اللعبة كاران عمل فيني مقلب ما رح انساه بحياتي وهلأ صار دوري أنا أنا رح أعطي لعب الكريكت درس ما ينساه طول حياته ورح خليه يندمع الساعة اللي تجرأ يلعب معي فيها أنا برجك يا سيد كاران طيب فيني أعرف شو صار له؟ ولا شي بتعرفي بغير وقت كاران وين رح تروح مني؟ كيفك؟ شو؟ أنا قلتلك إني آسف سكوت أول شي انت أخدت الخاتم تبعي ثاني شي خربتلي فسطاني ألبي صار؟ خلص أنا رح رجع لك كل شي خاتمي والفسطان تبعي أي وكمان قلبي تفضلي خاتم جديد لأيه؟ هذا مانو الخاتم تبعي؟ شو يعني؟ هداك الخاتم مو مكتوب عليه اسمك ماشي؟ وكان خاتم كتير عادي يعني ما في شي مميز بترجعك كاران لا بقى تزعجني أنت ما بتعرف شو عم تحكي لا لا أنا بعرف منيح شو عم بحكي أنت عم تكبري الأمور أنا اللي عم تكبري الأمور مو؟ اي نعم شلت الخاتم من إيدي ولبسته لبنة تانية وما لازم انزعج برأيها؟ طبعا ما في داعي تنزعجي يلي صار شي طبيعي وبيصير بكل الارتباطات أنت تركتي خطيبة لو سمحت أنا ما تركت خطيبة بريد فيت ماشي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية